موسيقى خلال اجتماعه مع وزير العدل رئيس السيسي يواجه بمواصلة العمل المكثف في جهود تطوير وتحسين منظومة التقاضي وتحديث آلياتها موسيقى وزير الخارجية يستقبل كبيرة مناصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ويؤكد الضرورة الحتمية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان موسيقى فصائل فلسطينية تعلن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طباس بالضفة الغربية ثلثة مسامة توقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت الجرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود تطوير وتحسين منظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد سيد رئيس على تطبيق القانون بكل أمنة ونزهة ومسوأة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز ولحماية حقوق المواطنين والمجتمع عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنصيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحجد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية وذلك من خلال التنصيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقادي وتحديث آلياتها حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة مشدداً على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها هناك توجهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورية عن البضائع بمختلف المواني خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية وكذلك منظومة الشحن المسبق إي سي آي حيث أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشعر البنك الدولي السابق دكتور عمر إجراءات خاصة بالإفراج عن السلع في المواني المختلفة والسبب طبع انتعاشة أخيرة حدثت في السوق المصري نتيجة صفقة رأس الحكمة وغيرها من موارد العملة الأجنبية برأيك كيف تسمر هذه الصفقة لمزيد من السيولة داخل الاقتصاد المصري والتيسير على البضائع والسلع؟ أولاً بسخير عليكم على كل مستمعينكم الحقيقة طبعاً الصفقة دخلت عملة صعبة لمصر في وقت نحن كنا نحتاجين أن يبقى فيه سيولة دولارية مش بس سيولة دولارية عشان الموازنة العامة وعشان تزديد عقصات الديون لكن علشان يبقى فيه سيولة داخل حرقة الإقتصاد داخل الدورة الإقتصادية يقدر يستفيد بيها مش بس الدورة والحكومة لا يستفيد بها بالأخص والأهم بالنسبة لي وعيدها تاني الأهم بالنسبة لي القطاع الخاص اللي محتاج سيولة دولارية عشان يقدر أنه يستورد مواد خام ويبقى فيه حركة التجارة الخارجية ويستورد ويدخل منتجات خام او نصف مصنعة فيبتدي ينتج يصدر يبتدي العجلة تاني تشتغل فالبتدي الاقتصاد تاني يشتغل ودي كانت نقطة مهمة جدا وعشان نفيه الى اهمية هذه السيولة مش عشان اصدد ديون او اقصاد او انتزامات خارجية لا عشان اصدد انتزامات داخلية عشان الاقتصاد يرجع اشتغل لان كل يوم بيمر فيه وما فيش فيه سيولة دورادية لدى القطاع الخاص ده بالنسبة لي انا يعني مأساة بالنسبة للاقتصاد او بالنسبة للدولة الاقتصادية المصرية لا سيما ان حركة التجارة الخارجية المصرية حركة كبيرة يعني مش حركة صغيرة حجم التجارة الخارجية بتاعتنا والارقام مهمة حضرتك نقف عنها يعني حجم التجارة الخارجية حوالي 80 مليار 80 مليار دولار الحكومة المصرية بتبزي الجهود علشان بتقدر توفر 80 مليار دولار صدراتنا حوالي 30 مليار والداتنا حوالي 48 أو 50 مليار دولار الحكومة بتحاول تبهل مجهورة علشان توفر أكبر قدر من السيولة الدولارية علشان حركة التجارة الخارجية بتاعتنا ما توقفش سواء صدرات أو والدات الصدرات بتاعتنا بتزيد السيد رئيسي أشار إلى حل من 100 مليار دولار بس عشان نصدر 100 مليار ما هلازم أستورد عشان أقدر يبعندي منتجات مثل مصنعة أو نصف مصنعة المستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار لكن هذا يقودنا للحديث عن تصرحات رئيس الوزراء بدعم الصناعة المصرية وهذا هو أيضا التوجه المصري بدعم الصناعة المحلية وتوطين غيرها من الصناعات الدولة الحية يعني في السنوات السابعة والثمانية الأخيرة الحية بعد إصلاح الاقتصاد المصري في 2014 و15 الرؤية كانت توطين الصناعات المصرية واشتغلنا فيها بشكل جيد وعشادي بها المؤسسات الدولية لكن النهاردة أزمة الدولار اللي احنا بنعيشها فيه السنتين لفائل الدولية يمكن يعني بتسبب أزمة للدورة الاقتصادية أو للسيولة النغضية اللي موجودة في المجتمع كان دولة رئيس الوزراء اجتمع وكان اجتماع كبير محافظ البنك المساعدي محافظ البنك المركزي وزارة الصناعة وزارة المالية حيث الضرائب المواني علشان نقدر نفرج على كم البضايع اللي موجودة علشان يبقى فيه يعني انتعاش فيه السوق أو تدخل السوق بضايع مستوردة فتبتدي بقى فيه وفرة فتبتدي الأسعار تنزل وتبتدي المصانع تاني تشتغل مستلزمات انتاج نعم اه طبعا مستلزمات انتاج انا مش بكلم على استراض بضايع طرفيهية أو استهلاكية لا انا بكلم بالأساس على ان البضايع تدخل المنتجات المستوردة تدخل ودي مش رفاهية علشان حاكلين المستهلك والسوق يلاقي ممتجات والمصانع تقدر انها تحصل على موردها من الخارج فتبتدي تشتغل تاني وتصدر وتزيد بالتدريج هي حيث نسميها عجلة الاقتصاد عجلة تقدر تزيد تاني الحصيلة الدولارية وتبتدي المصانع والشركات بتاعتنا تقدر انها تصدر وتزيد الحركة الدولارية وبالتاني تزيد العجلة أو دورات النخوط داخل المجتمع دكتور عمراء الهدف كنا محتاجين هذا يعني محتاجين العجلة تاني دور وعشان كده جاية في وقتها طبعا صفقة راسي بأي وطيرة اذا تكون هذه الادارة لسرعة توفير هذه السيولة الدولارية بشكل لا يلتهم ما اتى من الصفقة او ما سيأتي منها فيما هو قادم لا او مش هيلتهم يعني احنا قلنا ان الحصيلة جزء منها هيستخدم للحكومة الموزة عامة تزيد المدينيات اللي علينا وجزء الآخر هيستخدم لتمويل دوران الاقتصاد المصري او الحركة الانتاجية والحركة الاستلاكية عشان كل ما يزيد هي زالتي عجلة بتسمية عجلة عشان كل ما يدخل اه مستلزمات انتاج كل ما أنتك كل مصدر فييدخل دولارية تانية فاستخدمها وبالتالي العجلة تقدر تشتغل تانية احنا النهاردة يعني دينا زاي منقول بالعامية ادينا زقة للعجلة عشان تقدر تشتغل عشان نقدر تاني العجلة انتاج تشتغل وتدي نقيب عندنا حصيلة دولارية غير الحصيلة التي حصلنا عليها من رأس الحكمة أو من خلال الستمارات اللجنبية المباشرة أشكرك يا جزيل الشكر الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية حيث وجه مدبولي بسرعة تسليم الوحدات السكنية لوزارة التضامن الاجتماعي لتأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية هنى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس السيسي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن ذكرى يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر حيث يعد لذاكرة تضحيات وبطولات لرجال القوات المسلحة المصرية تحتفل مصر في التاسع من شهر مالس من كل عام بذكرى يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر وهو يوم الشهيد ذلك اليوم الذي يعيد لذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية ويضع أمام الأجيال الجديدة التضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن ليستلهموا منها روح الفداء ويتعلموا معنى العطاء للوطن رحم الله شهداء الوطن وحفظ مصر من كل مكروه وسوء وتزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الأنشطة والفعاليات المقررة لتنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليدا لذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969 وأكد اللواء أركان حرب متحة عبد العزيز ثاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقاع المؤتمر أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية الخدمات التي تقدمها جمعية ليس موجودة في أي مكان أنا جاي من أسوان عشان أقيم هنا في الجمعية أنا مقيم في الجمعية القاملة المكان ده على مستوى الجمهورية يعتبر رقم واحد الجمعية بتقدم خدمات ممتازة للمصابين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج الطبيعي والجراحة والعظام في أكثر من قسم مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يبسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية سمح شكري حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهديئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية جاء ذلك خلال استقباله كبيرة منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية حيث بحث الجانبان بشكل مستفيد الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة تحت ممارسات التجويع والسهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي كما شدد شكري على ضرورة عضول بعض المانحين لوكالة أونروا عن قرار تعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية بدورها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها لدور الهام والمحوري الذي تطلع به مصر منذ بدء الأزمة بدأت بمقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية أعمالوا دورة الواحد والستين بعد المئة لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين يناقش المندبون الدائمون على مدى يومين عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاقتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين المقررة في مايو المقبل وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يزال الوضع في غزة يفرض نفسه بقوة على أجندة اجتماعاتنا في جامعة الدول العربية وفي الوقت ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا بنفس وثيرة القتل العشواء للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن وارتكاب المجازر البشعة وليست مجزرة دوار النابلس بشمال قطاع غزة ببعيدة عن الأذهان ولا تزال آلة التدمير الممنهج والتهجير القصري سادرة في ممارسة البطش والحصار على أهالنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لقد تفاعل مجلس الجامعة بالسرعة المطلوبة مع ما يجري من أحداث مؤسفة في منطقتنا العربية وأبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات وحصار منذ السابع من أكتوبر 2023 نتج عنها آلاف القتلى والجرحة في الصفوف المدنيين وأدت إلى تخريب وضمار وحصار شامل يخرق كل القوانين الدولية والقيام الإنسانية وانطلاقا من إيماننا الراصخ بالقضية الفلسطينية العادلة وبعليمات من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وبالتشاور مع دولة فلسطين الشقيقة دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 11 أكتوبر 2023 تستأنف اليوم في القاهرة محادثات وقف إطلاق النار بغزة يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قابلت مبدئيا بنوضة مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتيا إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية وشدد أشتيا في كلمته بمستهل اجتماع حكومة تسيير الأعمال على وجوب إكبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة وتلك الأخرى ذات العلاقة لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة تحبطها الولايات المتحدة بجرة قلم تسمى الفيتو إن الذين يقتلون في غزة ليسوا أرقاما بل أطفال وأناس وعلى الدول التي تسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها مجلس الوزراء يتابع مجريات الأمور في غزة وهنا في الضفة ويناقش المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين وترتيبات شهر رمضان الفضيل دعا وزير الخارجيات الأمريكية أنطوني بلينكين إلى زيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة لتخفيف حدة الوضع الإنساني هناك وأضف بلينكين أن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى مؤكدا أن واشنطن تعمل على إصال المزيد من المساعدات لقطاع غزة من خلال كل القنوات المتاحة دعت كامالا هارس نائبة الرئيس الأمريكية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كما طالبت هارس بالضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف غير آدمية وكارثة إنسانية يعيشها الشعب الفلسطيني كما شددت هارس على ضرورة العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في قطاع غزة حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الحرب في غزة تمثل برميل بارود قد يؤدي إلى حرب أوسع في شرق الأوسط جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف واستعرض فيها الانتهكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم كما أكد تورك خلال كلماتها أن التصعيد العسكرية في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله بات مقلقا للغاية أكد تقارير آلمية إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في الجيش تقدموا باستقالات جماعية احتجاجا على سير الأمور العملياتية جاء ذلك في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لمحتجزين في غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الاحتلال عن طريق الخطأ احتجاجا على سير الأمور العملياتية في الحرب على غزة كشفت تقارير إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدمت استقالتها وقالت إن من بين المستقلين الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري كما ستترك رئيسة دائرة الاتصالات في الوحدة وظيفتها بحسب التقارير موجة الاستقالات تأتي في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ وهي تعكس الاضطرابة بقسم المعلومات الذي يديره الناطق العسكري دانيال هاجاري كما تأتي في غمرة خلافات داخل إسرائيل تتعمق بشكل كبير بعد إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اقترب من شهره السادس فمع تخبط مجلس الحرب وفشله في تحقيق أهداف العدوان التي أعلنها سابقا ومن بينها القضاء على حماس واستعادة الرهائن بدأ المجتمع الإسرائيلي يظهر غضبه خاصة مع زيادة حجم الخسائر في الأفراد والعتاد وتراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يواجه انتقادات متصاعدة في الداخل تزامنت مع استطلاع للرأي أظهر تراجعا في شعبيته وتفضيلا لاستبعاده من رئاسة الوزراء الأمر الذي جعل بعض السياسيين يطالبون باستبعاده فورا فعلى سبيل المثال رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف إفكدور لبريمان قال إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها داعيا لانتخابات المبكرة لأول مرة معتبرا أن الإطاحة بنتنياهو بمثابة مكافأة للشعب لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط فقد بدأ الوزير بمجلس الحرب بني جانيتس رئيس حزب معسكر الدولة زيارة للولايات المتحدة خلافا لموقف رئيس الوزراء مع دفع الأخير لتوجيه سفير تل أبيب في واشنطن بعدم مرافقة جانيتس في لقاءاته المرتقبة مع مسؤول الإدارة الأمريكية ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بأحداث السابع من أكتوبر الماضي وتعاطيه مع قضية المحتجزين في القطاع مع جعل نتنياهو غاضبا أكثر من مرة وقال إن إسرائيل تخوض حربا وجودية مشددا على ضرورة الوحدة ومعلنا أن القضاء على حركة حماس وشل قدراتها العسكرية وإعادة المحتجزين هو ما يجب أن تكتمع عليه إسرائيل ولم تمر أيام حتى بدأ مجلس الحرب في التصدع مع السمرار العدوان وعدم تحقيق أي من أهدافه غزة تطبرت تبدلش عاجة ميدانيا ذكرت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال 24 ساعة أضفت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 30.534 شهيدا و71.920 مصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت فصائل فلسطينية إنها تخد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباص بالضفة الغربية وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة هذا وأصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين واعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحامه مدينة طوباص في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله أهلا بكم من جديد ونستكمل نشرة ثالثة مازلنا مع تطورات الملف الإسرائيلي الفلسطيني أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الأطفال المتوفين في غزة بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 بعد وفاة طفل في مستشفى برفح وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قد حذر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية والجفاف مشيرا إلى أن هناك خمسة أطفال آخرين في العناية المركزة يسير الفلسطينيون جنوبا على طول الطريق الساحلي في شمال غزة على أمل العثور على الطعام والمأوى ويقول أولئك الذين نجوا من العدوان إنهم يغادرون الآن لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم بشكل كاف على طول الطريق الساحلي في شمال غزة يفر فلسطينيون جنوبا على أمل العثور على الطعام والمأوى وبالكاد تصل المساعدات إلى مدينة غزة حيث يقول أولئك الذين نجوا من الحرب منذ السابع من أكتوبر إنهم يغادرون الآن لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم بشكل كاف المنظمات الإنسانية من جهتها حذرت من مجاعة تلحف الأفق في قطاع غزة لا سيما في الشمال حيث تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أشهر ولم يتوقع الفلسطينيون أن تخلف الحرب هذا القدر من الضمار في المدينة ما دفعهم إلى النزوح نحو جنوب غزة بحثا عن لقمة تصد الرمك ناكل بدك تموت عشان لأكل كنا لأ بس في الجنوب بيصل بعض المساعدات مثلهم مثل كثيرين آخرين حمل الفلسطينيون بضع حقائب مع أمتعتهم وصاروا بين الحطام وسحل البحر الأبيض المتوسط منه من صار على إرجوله وسط الضمار ومنه من استقل أي وسيلة لتنقذه من مشاهد الحرب المؤلمة حاملا ابنته على كتفيه وهو يمشي مع بقية أفراد عائلته كرر عمر أحمد أيضا التوجه جنوبا لأنه أصبح من المستحيل تقريبا العثور على طعام لفتاته الصغيرة أنا لما تصال أنه أنا بنتي مماتت الشهيدة بدأت موت من الجوع لا بدأت أدوس على العالم كله عشان أنا بنتي أتظل موجود في حياتي لأنه هي هذه بنتي الوحيدة هذه اللي طلعت فيها من الدنيا وعلى الرغم من المعاناة لقي أحمد عائلته ترحيبا حارا في جنوب وادي غزة حيث قامت مجموعة من النساء بإعداد وتوزيع بعض الخبز والماء على القادمين من الشمال حيث الأزمة الإنسانية أسوأ مما هي عليه في بقية أنحاء القطاع ترجمة نانسي قنقر تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية العبورة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بالتزامن مع استقبال مطار العريش للمساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلف دول العالم ميناء العريش البحري هو أحد المسارات السلاسة المهمة على مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تستقبلها مصر بهدف توصيلها للأشقاء الفلسطينيين المزيد يطلعن عليه أزميل محمد عبد الصبور مرسل التلفزيون المصرية تحياتي زملائي العزاء تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من ميناء العريش البحري وعلى الهواء مباشرة وأحد المسارات الهامة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تأتي إلى جمهورية مصر العربية جنبا إلى جنب مع المسار البري والمسار الجوي إذا تحدثنا عن هذا الميناء نتحدث عن استقبال ما يقرب من 62 سفينة منذ بداية الأزمة محملة بألاف الأطنان من المواد الإغاثية والإنسانية التي توجهت لقطاع غزة أيضا نتحدث في هذا الميناء عن هذا المستشفى الميداني البحري الإماراتي الذي تم إنشاؤه ما يقرب من أسبوعين فقط وهذا المستشفى يتعامل مع الجرحة والمصابين على مدار الساعة حيث تبلغ ساعة هذا المستشفى المكون من عدة طوابق ما يقرب من أربعة أدوار أيضا هناك 30 ثرير هي الساعة الكاملة لهذا المستشفى بواقع وحدات للعناية المركزة ووحدات أيضا للعناية العاجلة بالإضافة أيضا إلى أن هذا المستشفى مجهز بكافة المستلزمات وأطقم طبية إماراتية تتعامل مع كافة الحالات من الجرحة والمصابين على مدار الساعة هذا أيضا هناك تعاون بين جمهورية مصر العربية والجانب الإماراتي في هذا المستشفى البحري وأيضا المستشفى الميداني داخل قطاع غزة الذي يتم إمداده بكافة المستلزمات دائما يتم تفريغ هذه الحمولة عبر هذه الشاحنات المختلفة وأيضا هناك شاحنات أخرى منتظرة للدخول لتفريغ حمولة هذه السفينة إذن بنتحدث عن تعدد وتنوع المساعدات الإنسانية ليس الطريق البري فقط ولكن هناك أيضا طريق جوي عبر هذه الميناء التي تتسع لهذه السفينة التركية وأيضا المستشفى الإماراتي ليس هذا هو كل الدعم التي تقدمه جمهورية مصر العربية ولكن هناك أيضا دعم آخر من خلال أطقم طبية تابعة للهلال أحمر المصري ذهبت إلى قطاع غزة للتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كفرق للدعم النفسي والمعنوي لهولاء الأطفال جراء ما لقوه من ويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إذن المساعدات المصرية لا تقتصر فقط على ما يأتي إليها ولكن تتعدى أكثر من ذلك لتذهب إلى قطاع غزة وتتعامل مع الجرحة والمصابين من خلال الدعم النفسي وأيضا من خلال المخيمات الإغاثية التي تم إنشأها في منطقة جنوب غرب خان يونس إذن عملية الملف الإنساني والإغاثي والإغاثي الذي تتبنى مصر هو ملف في غاية الأهمية لا يقتصر دوره على إرسال مساعدات في حزب بل تذهب مصر من خلال الهلال الأحمر المصري إلى داخل الأراضي في قطاع غزة لتقديم يد العون والمساعدة على مدار الساعة يصل اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل وأعلن بيان لحزب الله عن تصديه بالأسلحة الصاروخية لمحاولتين تسلل قامت بهم مجموعات راجلة إسرائيلية في وادي قطنون بالجنوب وأصابوها إصابات مباشرة عبر وزير الدفاع اليوناني نيكوس داندياس عن أمل بلادي في لعب دور أكثر مركزية في ضمان أمن الاتحاد الأوروبي وتصديف اليونان مقر العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن من هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر والتي أطلقها الاتحاد الشهر الماضي تحت اسم سبيدس إلا ملف الأزمة الأوكرانية حيث دع الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنيسكي العالم إلى مساعدة بلاده على هزيمة روسيا وذلك مع ارتفاع عدد القتلى في غارة روسية بمسيرة على أودسا أدت إلى 12 قتيلاً كان زلنيسكي قد نشد حلفاء كييف الغربيين بتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع دخول الأزمة عامها الثالث مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية واسعة النطاق عامها الثالث قامت القوات الروسية بضرب بعض المواقع الدفاعية الأوكرانية ونشرت كميات هائلة من المدفعية وأعداد القوات في محاولة لاختراق الخطوط الدفاعية في النقاط المستهدفة وتزعم كل من موسكو وكييف أن كل منهما تصدى لهجمات أخرى حيث أصدرت وزارة الدفاع الروسية تقريراً حربياً يفيد بأن الجيش الروسي صدل عديد من هجمات الجيش الأوكراني على جبهات مختلفة بما في ذلك كوبيانسيك ودونيتسيك وأفديفكا كما انضرب أنظمة مدفعية الجيش الأوكراني ومحطات الحرب الإلكترونية وأهدافاً أخرى وفي اليوم نفسه أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريراً حربياً يفيد بأن الجيش الأوكراني خاض عشرات المعارك مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية كما نفذت القوات الجوية الأوكرانية عدة ضربات ضد مواقع أفراد ومعدات الجيش الروسي يأتي ذلك في حين قال الجنود الأوكرانيون الذين يقاتلون في منطقة بخموت الأوكرانية إنهم يتعرضون لهجمات متواصلة من القوات الروسية التي تطلق النار بشكل عشوائي القوات الأوكرانية التي تواجه التقدم الروسي في اتجاه بخموت أشارت إلى أنها تعرضت لهجوم روسي كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتواجه هجمات مستمرة حيث ترسل قوات موسكو موجة بعد موجة من المشاه وتستهدفها بمجموعة متنوعة من المدفعية والطائرات بدون طيار وعلى الرغم من ضآلة المكاسب التي حققتها روسيا وتقدمها البطيء إلا أن الرئيس الأوكراني فلودمير زرينيسكي دعا إلى توريد المزيد من الأسلحة إلى بلاده خاصة ما يتعلق بالدفاعات الجوية وذلك من أجل عدم تكبد المزيد من الخسائر في الأرواح مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها ما يكفي من قوات الاحتياط وتعاني من نقص حد في قضائف المدفعية نتيجة لتضاء الإمدادات المساعدات العسكرية من الشركاء الغربيين ذكر الكريملين أن محتوى المحادثة السرية بين مسؤولين عسكريين ألمان كبار ناقشوا احتمال توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم يثبت أن الدول الغربية تشارك في الحرب في أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن التسجيل المسرب بحد ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع إرسال أسلحة لأوكرانيا وشن ضربات على الأراضي الروسية بدورها استدعت الخارجات الروسية السفيرة الألمانية لدى موسكو على خلفية التسجيل الصوتي المسرب للعسكريين الألمان بينما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن برلين تحقق بشأن تنصت على اتصال هتفي بعد التقارير الروسية عن التسجيل المسرب تحقيق شامل تعهد به المستشار الألماني أوليف شولتس بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل صوتي يرجح أنه لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا وخلال زيارته روما قال شولتس إنما يتم الإبلاغ عنه مسألة خطيرة ولهذا السبب يتم التحقيق فيه بعناية شديدة ومكثفة وبسرعة كبيرة مصادر إعلامية روسية نشرت نهاية الأسبوع الماضي تسجيلا صوتيا قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في التاسع عشر من فبراير الماضي في قصف شبه جزيرة القرم وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز تروس مع تأثيرها المحتمل وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكيهيف وأبدى خبراء استشارتهم مجلة ديرشبيجل الألمانية اعتقدهم بأن التسجيل حقيقي ولم يتم التلاعب به في المقابل وخلال المنتدى الدبلوماسي السنوي في أنطاليا قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن التسجيل يدل على أن أوكرانيا وداعميها لا يريدون تغيير مسارهم على الإطلاق ويريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة أكدت أستراليا أن دول منطقة المحيطين الهندي والهادي وجنوب شرق آسيا تواجه تهديدات دفاعية خطيرة لافتة إلى تخصيص المزيد من الأموال لاتفاقية الأمن البحري مع الدول جنوب شرق آسيا وخلال قمة لمجموعة آسيان بأستراليا قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ قالت أن أستراليا ستستثمر 64 مليون دولار أسترالي على مدى أربع سنوات مما سيسهم في أمن وازدهار المنطقة وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وهو ممر لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من التجارة الصينوية المنقولة بالصفن بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناية قال مسؤولون أن جيشه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأ تدريباتهم الرابعية درع الحرية بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي تأتي التدريبات في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية من خلال اختبارات الصواريخ وغيرها من الأسلحة في الوقت الذي يسعى فيه الحليفان سول وواشنطن إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية بشكل أفضل بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية سنوية وأتأتي تدريبات درع الحرية التي تستمر حتى الرابع عشر من مارس في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية من خلال اختبارات الصواريخ وغيرها من الأسلحة وزارة الدفاع في سول أعلنت أن القوات الجوية للبلدين الحليفين بدأت أيضا مناوراتها السنوية على مستوى الكتيبة لمدة خمسة أيام وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن درع الحرية سيشمل ضعف عدد القوات من الجانبين مقارنة بالعام الماضي في 48 جولة من التدريب الميداني المشترك بما في ذلك الهجوم الجوي والغارات الجوية المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لسونج جون قال إن التدريبات تهدف في المقام الأول إلى تحييد التهديدات النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك من خلال تحديد وضرب صواريخ كروز التي أشارت بيونج يانج إلى أنها يمكن أن تحمل رؤوسا حربية نووية وأضاف أنه سيتم مدمج تصور لهجوم نووي في التدريبات الصيفية وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أعلنت أن أصولا استراتيجية أمريكية مثل حامل الطائرات وقاذفات قنابل قد تشارك في المناورات وقالت القوات الأمريكية في كوريا إنه من المرجح أن يتم نشر مثل هذه الأصول بما يتماشى مع الممارسات السابقة لكنها رفضت الخوض في التفاصيل مستشهدة بالبروتوكول الأمني كوريا الشمالية من جهتها ردت على التدريبات التي أجراها البلدان الحليفان ووصفتها بأنها تدريبات على حرب نووية لتزداد الأمور تعقيدا في شبه الجزيرة الكورية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها من خلال الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنفسية إقليميا وعالميا وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة وخلال لقاء لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارتي الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات المحصلة وناقش الاجتماع موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الترح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية وذلك لتنظيم حركة تدفق المسافرين والخدمات بأفضل عروض ممكنة أكدت الحكومة أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من ألية العمل ومؤكدا ضرورة الاستفادة من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد وخلال لقاء مع ممثلي التحالف المصري الإيطالي أحمد قناوي أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات ونقش الاجتماع تعظيم الاستفادة والاستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وإقامة خطوط إنتاج البلات اللازم لصناعات الحديد والصلب والذي يتم استيراده من الخارج انتهت أخبرنا وهذه تذكرة بالعنوي خلال اجتماعه مع وزير العدل الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل المكسف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقادي وتحديث أليتها وزير الخارجية يستقبل كبيرة مناسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ويؤكد الضرورة الحتمية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ تهدئة قبل شهر رمضان فصائل فلسطينية تعلن خوض اجتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طباس بالضفة الغربية نهاية نشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمطيبة المتابعة وادمتم في أمل الله شكرا للمشاهدة